تحيات الكبيرة جداً لأهلين في بورسعيد ولكل الشباب الذين دشنوا هذه الحملة حملة مقاطعة الأسماك اللي بدأت مبارح ومستمرة لمدة أسبوع كامل في محافظة بورسعيد الوعي مهم جداً محافظات كتيرة مأسرة يعني مع نفسها وبالتالي أي حد النهاردة يرفع أسعار خدوا قرار انتو حضراتكم اللي تاخدوا قرار أي سلعة ما حدش يقدر يقف قدام الناس حضراتكم ممكن تستغني عن أي سلعة على فكرة أسبوع اتنين مش يجرأ أي حاجة خالص لكن يبقى دارسل أي حد يتاجر بحقوق الناس أو حتى بيزود أسعار وهي لا تستحق هذه الأسعار الكبيرة جداً اللي كانت في بورسعيد وقدت إلى تراجع في أسعار الأسماك بشكل كبير جداً أقول لكم حكاية على مدار ثلاث سنين اللي فاتوا ثلاث سنين أو أربع سنين بالزبط أقدر أقول لكم أول مرة النهاردة لما نزلنا الأسواق بقول لكم أربع سنين أجد تقرير إيجابي بنسبة خمسة وتسعين في المية كنت بعرض تقرير على طول من الأسواق على مدار الأربع سنوات الأزمة اللي فاتت كل شهر والتاني بعرض تقرير من قاهرة من إسكندرية من الجيزة محافظات مختلفة وبنعرض تقارير الناس تشتكي شكوى المواطن وكانت هذه التقارير زي ما بقول كده على الهوى وعندي هذا المهم زي ما عرضنا تقارير سلبية وكانت الناس بتشتكي حق كمان الناس لما كانوا بيشتكوا كنا موجودين معهم في الشارع كنا موجودين معهم في الأسواق كان صوتهم بيبقى موجودة على الهوى ما كناش بنشيل حاجة من حد وهم كلهم كانوا بيفجأوا هتعرضوا كلامنا كان بيتعرضوا كلامهم تقارير على مدار 3-4 سنين اللي فاتوا كانت تقارير سلبية بنسبة 98-99% اللي هي التقارير الخاصة بالأسعار تقارير إيه؟ الأسعار لنصوت المواطن أكيد ما فيش حد يعني كانت شايف الأسعار كويسة أكيد طيب لما تبقى الأسعار كويسة أو بدأت تبقى كويسة تاني بقول بدأت تبقى كويسة مش ده كمان واجب علينا إن احنا نسأل الناس احنا بالمناسبة نزلنا في الجيزة والسيدة زينب سوق السيدة زينب اللي كنا بننزله وقت ما كانوا الناس بيشتكوا قلنا ننزل نفس الأسواق اللي احنا كنا بنروحها والناس بتشتكي وبنعرض ده على الهوى ننزل الأسواق النهاردة عشان نعرف هل الأسواق فعلا أو الناس فعلا شافت إنه الدنيا بدأت شوية ترخص ولا لأ بالمناسبة صوت المواطن ده اللي يعنيني يعنيني المواطن اللي هو ده الحق اللي موجود في الشارع هو ده اللي موجود على الأرض المواطن ده مصلحته يجد الأسعار النهاردة رخيصة لما بيلاقيها رخيصة بيقول آه لقيها غالية بيقول آه أنا بقول لكم حتى لو لو ما زال في بعض الأسعار ما زالت لسه منزلتش أو لسه يعني مرتفعة لكن على الأقل هناك الكثير من السلع بدأت تنزل كاني بقولها على الهوى زي ما كنت بقول يا جماعة الحق وزي ما كنت بتكلم وانتقد وقول لا الحق النهاردة والواجب علينا لأنه ده الشفافية وده كمان المصدقية احنا مصلحتنا رقم واحد المواطن المواطن المصري عندما يشتاكل مواطن احنا جنبه طب عندما المواطن يبقى عنده كلمة كويسة أو هو شاف الدنيا بدأت تهدى شوية احنا كمان جنبه ومعاه احنا مش ضد حد ولا ضد هنا ولا ضد هنا أبدا ولكن كمان حق الدولة لما الحكومة والدولة تعمل إجراء إيجابي يؤدي لتأثير حقيقة على الأرض لازم الصد يوصل فيه بالمناسبة أسعار لسا بنزلتش أنا معاك ولكن فيه أسعار نزلت ولازم بقى شافين ده حتى في بيوتنا تاني بقول حتى في بيوتنا حتى أسعار العيش لما كنت بنزل أنزل الشارع وابعد زملائي المراسلين يعملوا تقاريم من الشارع ومن المخابز كانت الأسعار نزلتشيكي من ارتفاع أسعار العيش طب الأسعار العيش بدأت تنزل من المبارح هنعرض كمان النهاردة العيش كمان لأنه عملنا المبارح تقرير وعملنا النهاردة تقرير حق لأنه مصدقيتنا أهم من أي شيء بالمناسبة مع احترام للكل مع احترام لجميع ما بقاش متدايق أنه حد يزعل مني خالص والله يقولولي سين زعلان ممتن للزعل سين فرحان ممتن للانبساط تاني اللي يعنيني في الآخر المواطن حقه علينا صوت المواطن هو الأهم نحن بنشتغل لازم مواطن بصراحة دورنا ورسالتنا المواطن يشتك المواطن اللي حقونا الأسعار مش لقين نبقى موجودين معاه في الشارع هذا هو أكتر برنامج وربما البرنامج الوحيد مش عايز يعني أعمم ولكن ربما البرنامج الوحيد اللي بينزل طول الوقت الشارع يصور مع الناس لما هم بيشتكوا ولما هم النهاردة يتكلموا نسمع الناس بيقولوا ايه النهاردة نسمعهم بيقولوا ايه على الأسعار اللي بيبيع وزي اللي نحن كنا بنسأل اللي بيبيع بنا بيقولوا حالكم عملنا اللي عملناه قبل كده وقت الشكوى عملناه النهاردة في رسائل إيجابية وبعض بسيط جدا محدود جدا سلبي الإيجابي للنهاردة هو اللي كان سلبي قبل كده بالمناسبة الإيجابي اللي هتسمعونه النهاردة اللي كان سلبي على مدار التلات أربع سنين اللي فاتوا ده اللي كان سلبي النهاردة انقلبه ده الى اللي هتسمعوه دلوقتي اسمعوا الناس بتقوليه نسمع مع بعض